اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ان المملكة البحرين ملتزمة وستبقى دائما ملتزمة بمكافحة جميع اشكال الارهاب وستظل مشاركا فاعلا في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الارهابي جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها معالي وزير الخارجية في افتتاح الاجتماع الحادي عشر للمجموعة المعنية بمكافحة تمويل تنظيم داعش والذي تستضيفه مملكة البحرين في الفترة من السادس عشر وحتى السابع عشر من ابريل جاري واشار معالي وزير الخارجية الى انه قد تم عقد الاجتماع الاول لهذه المجموعة على مستوى الخبراء في نوفمبر عام 2014 بالمنامة حيث صدر اعلان المنامة الذي اقر بان تمويل الارهاب هو مصدر قلق عالمي ويتطلب بذل المزيد من الجهد وتضافر الجهود لحماية النظام المالي الدولي ومجتمعاتنا ونوه معالي وزير الخارجية بجهود التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الارهابي والتي ادت الى تدهور تنظيم داعش بشكل كبير ولم يعد يسيطر على اي ارض في الجمهورية العربية السورية او جمهورية العراق كما تقلصت قدرة التنظيم على تمويل وتنفيذ الهجمات مشددا معالي على ضرورة الحذر ومواصلة الجهود لضمان هزيمة داعش والمنظمات المماثلة بشكل نهائي ووضع حد لتدفق الموارد المالية اليهم واضف معالي وزير الخارجية ان تحويل الاموال الى الجماعات الارهابية خارج النظام المالي الحديث يشكل احد اهم التحديات في ظل اعتماد تنظيم داعش وحزب الله الارهابي والقاعدة على استخدام الاموال وتحويلها وتخزينها بطرق غير شرعية وطالب معالي وزير الخارجية بالاستفادة من المراكز التي تحارب الفكر المتطرف مثل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال في المملكة العربية السعودية ومركز صواب في مدينة ابو ظبي